كيف نوضح فكرة الصلب والقيام الأشخاص بيسمع الرسالة لأول مرة لازم يستفيد من الفكرة يعرف أن الإنسان مولود بالخطيئة الإنسان مجمول بالخطيئة وهذه الخطيئة ورثناها من أبونا آدم كل الجميع أخطأوا وعواجهم مجد الله فنحن بحاجة إلى من يكون أقوى منا يفدينا يطهرنا ينقينا ما بنقينا إلا الفدة والله من أول خطيئة سقط فيها آدم ذبح لهم ذبح وكفر عن خطيئة آدم وحوة بالدم فصار ضروري الدم الذي يكون فيه التكفير عن الخطايا فالصلب تم حتى يسيل دم يسوع المسيح ويكفر عن خطايا كل من يقبل هذه الفدية التي قدمها المسيح وهل فعلا انتهت حياة المسيح بهذا الموت فقط؟ نعم الكتاب واضح وصريح أن المسيح مات على الصليب وسلم الروح ودفن وفي اليوم الثالث قام ورأوا التلميذ وكان صار يظهر لهم ظهرات متعدة لمدة أربعين يوم يظهر لهم وطبيعة اختلفت صار ممجد ما عادش الإنسان الذي يعرفوه بالأول وبعد نهاية أربعين يوم صعد معهم إلى جبل الزيتون وفي وضح النهار وهو عم بيباركهم بيوصيهم اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل أي بشروا بالإنجيل للعالم أجمع وهم عم بيطلعوا عليه رفع يديه فوقهم وارتفع يرتفع 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 قدامهم وهم بينظروا في وضح من النهار مش في خيالهم ولكن بعد قليل جاء ملكين وقالوا لهم أنتوا ليه عم تطلعوا هيك على السماء يعني مذهلين يسوع اللي ارتصعد إلى السماء هكذا كما رأيتموه سيأتي أيضا كما رأيتموه من السماء والمسيح سيأتي مرة ثانية لكي يخطط في الكنيسة ويصعد بشعبه إلى السماء اشتركوا في القناة